قبل ما ابدأ فيديو اليوم باشكر كل اللي اشتركوا بقناة الفترة الاخيرة وكل اللي بدخل على فيديوهايتوا بيشوفوها واشكر كمان اللي اشتركوا من قبل وباشكركم جدا على الدعم باتمنى منكم انكم تشتركوا في قناتي تضغط على زر السبسكرايب من تحت الفيديو وتفاعل زر الجرس بوصلك تنبيه كل ما انزل الفيديو انا تقريبا بنزل الفيديو كل يوم وغير هيك اذا حابت ضيفنا على سناب شات هلأ ندخل بالانترو عشان نبدأ الفيديو سلام يوم عشرين اربعة الفين وعشرين ترامب نزل تويتا حكى فيها انه هيوقع قرار بمنع المهاجرين يجوا هون على امريكا يتكلم عن حملة الجرين كارد وبتكلم كمان عن مثلا بدهم يسوي لجوء وشغل زي هيك حلو الكلام لا مش حلو ترامب يحكي انه القرار كان بس بهدف شيء واحد وهو يوفر فرص عمل للامريكان لانه تقريبا فقدنا ستة عشر مليون وظيفة فبيحكي لك انه حملة الجرين كارد او حيجوا لجوء حياخذوا هاي الوظائف من الناس اللي عن جد محتاجينها هذا اللي حكى ترامب كمان حكى انه حيسمح للعمال البسطاء اللي يشتغلوا في المزارة والشغلات البسيطة هدول في الشغلات الموسمية انه عادي ييجوا يشتغلوا يخلصوا ويرجعوا والهدف من هذا كله كمان انه يمنع كورونا فيروس تيجوا هون على امريكا طيب بالعائل يعني اذا الجرين كارد هولدر خايفين منه يجيب الكورونا طيب ما العامل اللي هيجي كمان هيجيب كورونا انا فاهم العامل اللي جاي يشتغل ويعمل فلوس ويرجع الاهله انا ما عندي اي شي ضد العامل بس انا الفكرة مش مستوعبها يعني شو المبدأ الكورونا بتيجي مع الكل ما في يعني اذا انت حامل جرين كارد حاجي معك من الشغلات اللي حابب اسألها بهذا الفيديو لانه انا ما عندي اجابات وهي الاسئلة ان شاء الله اذا لقيت لها اجابات في المسابل اللي جايين يدرسوا في امريكا وبعدها بيحاولوا ل H1B عشان يقدروا يشتغلوا هل هادول مسموح لهم يشتغلوا شو وضعهم شو وضع الطلاب اللي جايين من برة طيب السؤال التالي شو وضع الناس اللي بيشتغلوا في الشركات وعندهم H1B والشركة سبانسر دم وهلأ هو مع الشركة وصار بحقله يقدم على الجرين كارد هل بيطلالوا الجرين كارد ولا لا طيب هدا وظيفته موجودة من الاول ما اخد وظيفة اي حد طيب السؤال التالت شو مصير الشخص اللي قدم على الجرين كارد وماشي في إجراءاته مثلا ضيله مقابلة او شي الهولد اللي عمله ترامب لمدة ستين يوم هل هيزيد هل هيقل شو بضع هذول الناس هل هيصير فيهم هل هيعملوا مقابلتهم هل هياخدوا الجرين كارد هم أصلا بدأوا فيه من قبل قرار ترامب لكن فعليا المهاجرين هم عصب الحياة هون في امريكا هم عصب الاقتصاد لو ما في مهاجرين هيكون كل شي غالي اكتر من الدبل لان هذول يشتغلوا مستعدين ياخدوا اي شي بس يعيشوا هلا نصيحة للكل اللي حابي بيجي على امريكا بطريقة شرعية او غير شرعية ايش ما تكون لانه يحقلك تطلال لك لجوء اذا محتاجه اصبر قرار ترامب وقف كل شي ما بدك تيجي وتندم وترجع مرة تانية لانه ما حيطلال لك فرصة تانية بعد هيك ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم وبتمنى تشتركوا في القناة وان شاء الله بنشوفكم الفيديو الججعي السلام شكرا